تبع الحقيقة مع حضراتكم كمان تصرحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالامس خلال تفقده للكلية الحربية قال سيادته ان سياسة مصر الخارجية بتعتمد على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شؤون الاخرين وتفضيل المصارات السياسية والدبلوماسية قال فيما يخص الازمة الصينية سيادته احنا لنا موقف واضح ومعلن وهو سياسة الصين الوحدة محتاجين ان الاستقرار يعم في العالم علشان العالم بيعاني كثيرا من اي ازمة بتقع هنا او هنا تابع ايضا الرئيس السيسي قال ان برضو زي ما قلت فيها الازمة الروسية عناصر الازمة فيها حاجات كتير لكن احنا بنحاول يكون دورنا ايجابي ونشجع علشان تتحل الازمة بالمصار السياسي والدبلوماسي طبعا بنحاول نزع فتيل اي ازمة وده خط عام بالنسبة لمصر برضو ايه اللي احنا بنعمله في قطاع غزة يعني اي ازمة احنا حرصين ان احنا يتم نزع فتيلها لان الاستقرار والسلام ده مصار احنا بنؤمن به وبنعيش به وشفناه ايه انا من الجيل اللي شاف ده في مصر وعرف قد ايه السلام مهم جدا الرئيس تطرق ليه السياسة الخارجية عموما وموقف مصر بالنسبة ليه عدة قضايا خاصة بالدول يمكن هذا التصريح كان بيتناول فيه الازمة الروسية الاوكرانية الازمة الصينية بقى المستحدثة اللي احنا تبعناها للايام الماضية في خلال الاسبوع الماضي وازمة غزة اللي تم يعني بدأت ان يبقى فيه يعني اشتعال الازمة منذ يومين انحياز السياسة المصرية للسلام دائما هو ده الخط الحقيقي اللي احنا كلنا من يوم ما طلعنا مصر مش يعني وما زالت الدولة المصرية بتؤيده موقف مصر الدبلوماسي والسياسي من تلك الازمات حضرتك شايفه ازاي اه طبعا هو الرئيس يعني مبارح ركز على انه السلام يعني هو خيار مصر في سياساتها الخارجية وده فعلا نهج انتهجته مصر من فترة طويلة انه العالم دايما مصر يعني عندما تتدخل يعني خاصة في الازمة بين اسرائيل وغزة والفصائل الفلسطينية اعتقد انه الدور المصري واضح والدور المصري لتهديئة الاوضاع والحفاظ على استقرار المنطقة واضح ايضا الرئيس بعث رسالة بالامس انه هي مع استقرار العالم وليست مع اي نزاع جديد يحدث خاصة بين الصين وتايوان بعد زيارة نانسي بلوسي رئيسة البرلمان الامريكي الى تايوان واصارة النزاعات واصارة القلق في هذه المنطقة المهمة من العالم العالم يعني مش يعني مش مستحمل ازمة جديدة بعد الحرب الروسية الاوكرانية احنا لسه بنعاني تابعة لغاية النهاردة فالرئيس حريص على حرص خلال لقاءه بطلبة الكلية الحربية بالامس انه يبعث بهذه الرسالة الى العالم بأسره انه مصر دولة سلام ومصر دائما ما تدعو الى السلام وانه السياسة الخارجية المصرية هي دائما سياسة نزع فتيل التوتر بين اطراف الدول ولو عندما يعني تسنح فرصة حتى في حديثه عن سد النهضة كان واضح ان احنا دايما بنلجأ لخيار السلام وخيار التفاوض باعتباره الهدف الاسمى لسياسة الخارجية المصرية وان احنا مش دولة اعتداء ولا دولة عنف لكن احنا عندنا قدرة ان احنا نحافظ على مقدراتنا ونحافظ على حقوقنا خصوصا حقنا في مياه النيل وانه الرسالة كانت واضحة وان الرئيس دايما بتكلم بهدوء بتكلم بلغة ونبرة هادية ودي طبعا هي شخصية الرئيس وشخصية مصر بيعبر عنها بهذا الاسلوب الهادي فمصر عندما تتدخل او تدعو الى السلام هي مصر تاريخيا دولة سلام ودائما وابدا ما تبحث عن السلام وده دخلها لتهدئة الاوضاع في غزة في العام الماضي عندما وقع الاعتداء الاسرائيل على غزة في مايو 2021 كان دور مصر رائط ودورها كان مهم جدا في ان هي اللي نزعت فتيل الازمة وهي اللي حافظت على استقرار هذه المنطقة والان الوفد الامني بيبحث العودة الى التهداءة مرة اخرى واعادة الامور الى نصابها والبحث عن استقرار المنطقة مرة اخرى صحيح